موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله وقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الخميس في هذا البرنامج سنجدد العهد مع المعلومة الرصينة سنحاول أن نستعرض صفحات من تاريخنا الإسلام مع أبرز رجالاته وأحداثه سنتوف في مجموعة من البلدان والمدن سنتعرض لمختلف المجالات الثقافية الصحة والرياضة وغيرها مع اثنين من الأفريقا ستنضم إلينا في كل حلقة لتتنازل أيهما أكثر تحدي مع الطرف الآخر ومع عامل الوقت أيضا اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باتحاد نساء اليمن فرع ساحل حظموت أهلا وسهلا بكم نتعرف عليكم منيرة عبدالله بعامل أهلا أهلا منيرة بشرة صالح بهزر بشرة نجلة محمد بوعبس نجلة أهلا وسهلا بكم نسمع لهم تحية يا شباب أيضا لدينا هنا مجموعة من مؤسسة الأمل النسوية أهلا وسهلا نتعرف عليك صفية عبدالعزيز المحافظ صفية أهلا وسهلا مصرين عبدالله الديني أهلا مصرين أهلا عبدالسلام بل جعج أهلا عبدالسلام أهلا وسهلا لكم نسمع لهم تحية أيها أثيرا فقرنا كان ضمن أسماء كثيرة من ضمنها الكواسر اخترنا القوة القيادة إذن الموفقة الكواسر معنا أيضا من مؤسسة الأمل المتحديات إن شاء الله تكونوا قد التحدي إذن بداية هذه الحلقة سنكون مع أربعة من المجالات يختار كل فريق مجالين اثنين ونعطيه أسئلة في ذلك المجال نبدأ بالفقرة الأولى مستعدين إن شاء الله معنا الفقرة الأولى اختر قسم من بين هذه الثلاثة الأقسام اختاروا لكم قسم ومجال نعطيكم سؤال فيه مدن وبلدان مدن وبلدان إذن اتفضل مدن وبلدان معنا في مدن وبلدان مجموعة من الأسئلة ثلاثة اختاروا لكم سؤال رقم اثنين رقم اثنين شوفوا السؤال الثاني في أي دولة أفريقية تقع حديقة التجارب؟ هل في الجزائر أم في السودان أم في ليبيا؟ ويبدأ المؤكد ثلاثين ثانية ثلاثين ثانية حديقة التجارب حديقة معروفة علمية تعقل فيها عدد من التجارب العلمية هنا هناك مستعدين؟ هل في الجزائر؟ في الجزائر حديقة التجارب في الجزائر؟ قرار مشترك بين الفريق كامل؟ أحد منكم سمع عنها؟ أو مجدد تخمين؟ تخمين تخمين وقالوا الأخوات إنها في الجزائر هل هي في الجزائر فعلا؟ تعرف على الإجابة الصحيحة؟ إجابة صحيحة 15 نقطة لفريق المتحديات إذن حديقة التجارب هي فعلا تقع في الجزائر و15 درجة ننتقل الآن لفريق الكواسر تختارون معنا مجال من المجالات الأربعة الموجودة أمامكم في الشاشة الجماعة اختاروا مدن وبلدان ماذا تختارون؟ نعطينا المجالات يا محمد إسلاميات إسلاميات استعدين إسلاميات بيدر الله معنا ثلاثة أسئلة في إسلاميات رقم 2 تفضل السؤال الثاني في إسلاميات ما اللقب الذي اشتهر به المحدث الحافظ يحيى بن شرف؟ هل النسائي أم النووي أم الترمذي؟ ثلاثين ثانية تبدأ معكم يحيى بن شرف هل هو النسائي أم النووي أم الترمذي؟ لدى كل فريق معروف يعني وصلتين مساعدة لكن شوف الترمذي؟ توصلت للنهاي؟ الترمذي جواب نهاي؟ يحنو يحيى بن شرف هو الترمذي هكذا قال فريق الكوازر مش النسائي؟ تعرفوا اسم النووي؟ إلمام النووي؟ عموما أنتو اخترتوا النسائي؟ الترمذي اخترتوا إيش؟ أفول أفول الترمذي أنتم اخترتم الترمذي هل هو يحيى بن شرف الإمام النووي؟ نتعرف على الإجابة الصحيحة؟ إذن للأسف معلش معلش تحصل الإمام يحيى بن شرف هو الإمام النووي من أبرز العلماء المعروفين وله عدد من المصنفات التي لازالت تحظى بقبول وتواجد في أهم المكتبات في عالمانيا إلى هذا اليوم معلش لسه نحن في بداية المسابقة إذن ننتقل إلى فريق المتحديات معنا أربع مجالات اخترتوا في المرة الأولى مدن وبلدان الآن تختاروا مجال ثاني أعلام ومشاهير أعلام ومشاهير إذن نذهب إلى أعلام ومشاهير اختاروا سؤال من أعلام ومشاهير رقم ثلاثة مرحبا؟ ثلاثة ثلاثة إذن السؤال الثالث من أعلام ومشاهير من هي؟ من هي البغة التي لقبت بعسمة الدين أم الخليل وحكمت مصر ثمانينة يوما ثم قتلت؟ هل هي شجرة الدر أم كيليو باترة أم زنوبيا ويبدأ التوقيت؟ إذن التشاور من فريق المتحديات وصلت إلى الإجابة؟ شجرة الدر شجرة الدر جواب نهاي؟ مش كيليو باترة؟ مش زنوبيا؟ أنت قلتوا شجرة الدر إذن فريق المتحديات يقول أن هذه المرأة التي حكمت فقط لثمانين يوم في مصر هي شجرة الدر هل هذه الإجابة موفقة أم لا؟ تفضل ونشوف إذن إجابة صحيحة فعلا وفريق المتحديات جايين لنا يعني ما شاء الله محضرين أمورهم ومباكرين تعرفنا على مستوياتكم الدراسية أنتوا خريجات أو طالبات في الجامعة أنا الثانو أنت ما زلت في الثانو والأخوة خريجات جامعة أوكي الآن فريق الكواسر لدينا برضو مجموعة من الأخوات هنا وإنتوا إن شاء الله الكواسر اسم يخليكم تكسروا أي خصم أمامكم صح؟ إن شاء الله بإذن الله تختاروا لنا مجال من المجالات الأربعة الموجودة معنا اخترتوا في المرة الأولى إسلاميات الآن تختاروا إيش؟ أعلام ومشاهير أعلام ومشاهير أعلام ومشاهير نذهب إلى أعلام ومشاهير الجماعة أنتوا اخترتوا الرقم كم؟ ثلاثة معاكم واحد وثنين واحد وثنين رقم واحد رقم واحد تفضل السؤال الأول في أعلام ومشاهير أنا المواطن هي أغنية لفنان وعازف عود تونسي اشتهر بأداء الموشحات وبأغانيه السياسية التي التزم فيها بقضايا الشعوب ولا سيم القضية الفلسطينية فما اسم هذا الفنان؟ هل هو هل هو لطفي أبو شناف؟ أم مازن الشريف؟ أم أحمد حمزة؟ بإمكانكم الاستعانة بالجمهور أو استبدال السؤال من لطفي أبو شناك؟ لطفي أبو شناك؟ لا لا جواب نهاي لا لا معاكم ثلاثين ثانية خذوا راحتكم خذوا راحتكم لطفي أبو شناك بإمكانكم تستعانو بالجمهور بصورة رسمية مش بطورة غير شرائية الأول لطفي أبو شناك إذن قالوا لطفي أبو شناك هو صاحب أغنية أنا المواطن صاحب أغنية أنا المواطن خذوا المكاسب والمناصب لكن خلولي خلولي إيش؟ الوطن لكن هل هو فعلا لطفي أبو شناك؟ أم مازن الشريف؟ أنتو قلتوا لطفي أبو شناك لماذا قلت لطفي أبو شناك؟ سمعت الأغنية من قبل؟ أغاني وطنية أغاني وطنية يشتهر هو بالأغاني وطنية أغاني وطنية والموشحات تضيرها إذن هل هو فعلا لطفي أبو شناك صاحب هذه الأغنية الشهيرة؟ سنتعرف على الإجابة من هو؟ فعلا إجابة كانت بوفقة وخمسة عشر درجة لفريق الكواسر إذن وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الأولى من سباق الخميس خمسة عشر نقطة لفريق الكواسر والمتحديات بنقطة كاملة بعلامة كاملة ثلاثين درجة إذن فاصل وبعده نواصل مع الفقرة الثانية خلوكم معنا عدنا إليكم في سباق الخميس وهذه المرة في الفقرة الثانية مع فريق اتحاد نساء اليمن فرع ساحل حضرموت ومؤسسة الأمل النسوية تعرفنا في الفقرة الأولى أن مؤسسة الأمل أو فريق المتحديات في الصحة التعبير كانوا قد التحدي وحصدوا النتيجة كاملة والدرجة كاملة في المرحلة الأولى بينما تعثر فريق الكواسر لكن لكل جواد كبوة ولكل كواسر غلطة فالأمر طيبة يعني تمام الآن سيكون معنا اتصال مع شخصية في هذه الفقرة على الفريق أن يتعرف على هذه الشخصية من خلال الكلام والدرجة التي سنجريها معه ومن خلال أيضا نبرد صوته نبدأ مع فريق الكواسر جاهزين استعدين إذن معنا اتصال سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا سيدي الفاضل طمننا أول حاجة عنك عن صحتك الحمد لله بخير الله يرضى عنه الله يعطيك العافية بعد أن طمنتنا عن صحتك طمننا على اللغة العربية هل ما زالت بخير اللغة العربية بخير لاتباطها أولا بكتاب الله العزيز لإسهامها في الإرث الحضاري للإنسانية لامتلافها عددا من الخصائص والسمات التي ستظل حافظة لها على مدى الأدمان لأن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظها عندما تعهد بحفظ كتابه العزيز نعم ولذلك اعتمدت إحدى اللغات العالمية في الأمم المتحدة تقديرا لإسهامها الحضاري ولهذا المستشدقون أنفسهم يعترفون بأن هذه اللغة ولدت في غاية الكمال وليس لها شيخوقة لأنها ستظل باقية بإذن الله نعم لكن سيدي ربما تراجع دور أو تداول الفصحة هذه الأيام هل هذا التراجع يعد تراجع طبيعي أم أنه انحدار يجب تداركه أولا الضعف والتراجع ليس في اللغة نفسها وإنما في مستخدم هذه اللغة من أبنائها صحيح اللغة العربية هي تعقن من عقوق أبنائها لها وهذا وضعه ليس طبيعيا لكنه يبدو منطقيا في ظل انحسار القراءة للنصوص الفصيحة اتجاه عامة الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء بالمعلومات الجاهدة التي لا يراعى فيها اللغة بخصائصها وتماتها المميزة لها إضافة إلى ذلك عدم التعاطي مع هذه اللغة الفصيحة في المواطن التي ينبغي أن لا تزحمها فيها العاميات كوسائل الإعلام وقاعات التعليم ومؤسسات الدولة الرسمية ودور العبادة وفي الاجتماعات والندوات والمحاضرات هذه كلها مواطن ينبغي أن تمارس فيها العربية الفصحة ولا نقصد في العربية الفصحة العربية المتقعرة العربية الصعبة وإنما نقصد فيها مستوى آخر من اللغة هذا انحدار نعم وتراجع في مستوى استعمال اللغة في هذه المؤسسات نعم لو سألتك عن الحد الأدنى الضروري لمن ينطق بهذه اللغة ما هو الحد الأدنى الذي يجب أن يكون متوفر لديه الحد الأدنى ينبغي أن يكون مستخدم اللغة عارفا بمفرداتها بصحة أبنيتها بسلامة تركيبها من غير إغراق في تفصيلاتها اللغة العربية لا نقصد فيها مثل ما ذكرت آنفا العربية المتقعرة وإنما اللغة العربية السهلة الميسرة التي تأخذ من الفصحة أهم خصائتها وأنفاضها وتأخذ من العمية سهولتها ووضوحها وعدم تعقيدها الالتزام بهذه في ممارساتنا اللغوية في المواطن التي ذكرتها آنفا ولا فيما في وسائل الإعلام وفي مؤسسات التعليم ودور العبادة صحيح صحيح لو انتقلنا على أصعد على ربما ذائق الشخصية لديكم سيدي الكريم حكمتك في الحياة ما هي الحكمة التي تنطلق منها؟ حكمتي في الحياة تحترم جميع الناس طغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم ولا تحقيرنا أحدا فقد يكون عند الله خيرا منك الله الله الوطن بالنسبة لك في كلمة الوطن حضن دافع يسع أمه وعلى ذكر الوطن هناك بيتان جميلان قالهما بعض الشعراء المدامة قد بلاد ألفناها على كل حالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن ونستعذب الأقضى التي لا هوبها ولا ماءها ولكنها وطن ضيوف هذه الحلقة من السيدات المرأة ربما في كلمة بالنسبة لك سيدي المرأة نعم المرأة هي الشريك هي السند هي العون هي المساعد المرأة هي أصل من أصول هذه الحياة ينبغي أن نتعامل معها نعم المرأة التي أوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها ورثمها نعم نعم لو سألتك في ختام هذا الاتصال وأنا أشكرك شكر الجزيل على قبولك أن تكون ضيفا معنا بيت شعر قريب إلى ذائقتك وكثير الترداد على لسانك هما بيتان متصلان ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرعه إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحشده إلا الذي زرعه ألف شكر وأنا ممتن لتواجدك معنا سيدي الكريم أهلا وسهلا بك وشاكر تجاوبك شكرا جزيلا إذن كان هذا اتصال ضافي حقيقة مع شخصية مرموقة في مستوى ليس حضر موت ولكن على مستوى الجمهورية بشكل كبير أكيد عرفت الشخصية ولم عرفتها عرفنا من هي هذه الشخصية؟ أستاذ الدكتور عبدالله بابعير صاحب برنامج لغة الضاد الذي يبث من إداعة المكلب إذن أنتو تقولوا الدكتور عبدالله بابعير مش أحد ثاني مش الدكتور عبدالله بعيسي يعني أوكي برنامج لغة الضاد هل هو فعلا؟ الدكتور عبدالله بابعير صح الدكتور عبدالله بابعير معروف من علماء اللغة لكن هل هو هذا المتصل هو أم لا؟ أنتو جوابنا أعتمدوا يعني متعرف على صاحب الاتصال هل هو الدكتور؟ نعم هو الأستاذ الدكتور عبدالله بابعير أنا سعيد أول حاجة أنه كان ضيفاً معنا في هذه الفقرة وقد زاد البرنامج بريقاً تواجد الدكتور الأستاذ عبدالله بابعير إذن الدرجة كاملة لكم 20 درجة يستحقها الفريق المخصص لهذا السؤال ننتقل إلى فريق المتحدات عرفتوا أنت هو الحاجة المتصل؟ عرفتوا الدكتور عبدالله بابعير يعني يمكن أن تدرسكم في الجامعة وتسمعه في الجماعة وغيرها مرحبا صحيح صحيح من الأسماء التي يشار إليها بالبناء الآن معنا اتصال مع شخصية ثانية نتمنى أن يسعفكم الحظ أيضاً وتتعرفوا عليها بإمكانكم أيضاً يستعنى بالجمهور في حال اشتبه عليكم الأمر مستعدين؟ جاهزين؟ إذن معنا الشخصية الأخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً سيدتي العزيزة أهلاً وسهلاً أيمن نرحب بك في برنامج سباق الخميس وشاكر تجاوبك معنا دكتور أنا سعيدة جداً أن أكون مع ابني أيمن أتمنى لك التوفيق والنجاح يا أيمن من نجاح إلى نجاح آخر إن شاء الله النجاح هو جزء من النجاحات التي حققتموها وجودكم دائماً بيننا هو دافع بلا شك لو تحدثنا في بداية هذه المداخلة عن طبيعة علاقة المرأة بالإعلام كيف تقيمنا؟ والله علاقة المرأة بالإعلام في وقتنا الحالي علاقة قوية جداً جداً نعم أصبحت المرأة اليوم جزء لا يتجز من الإعلام صحيح اليوم أصبح الإقبال كبير جداً على قسم الصحافة والإعلام اليوم أصبحت المرأة تتبوى مناصب كثيرة في الإذاعات المحلية خاصة في محافظة حضر مول صحيح نعم لكن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة بشكل عام من وجهة نظرك بالرغم من كونها نصف المجتمع ولكن ما زال الرجل للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية خاصة يسيطر على مجريات الأمور حتى يومنا هذا هناك طبعاً بعض النساء يجدون صعوبة بالحصول على التعليم والرعاية الصحية وهناك نساء أصلاً أيضاً يقاتل من أجل العيشة الكريمة طبعاً هذا وذاك يا أيمن نلاحظ أن المرأة حققت إنجازات عظيمة في مختلف نحاء العالم خلال السنوات الماضية طبعاً نلاحظ أن ارتفاع نسبة النساء التي يحصل على التعليم اليوم العالي التعليم العالي وأيضاً حصول المرأة على عمل الآن فرصة في حصول المرأة على العمل في مجتمعنا الحضرمي هناك من يتحفظ على انخراط المرأة في المجتمع بحجة الخوف عليها والحفاظ عليها كيف تنظرين إلى هذه النظرة؟ الخوف عليها من ماذا؟ الخوف عليها من التعليم؟ الخوف عليها من العمل؟ ما أعتقد؟ هذا نظرة دونية على فكرة للمرأة للأسف الشديد نلاحظ أن ينظر الرجل مش كل الرجال طبعاً مش كل الرجال هناك رجال من يدعمون المرأة وهناك رجال من يرى أن المرأة يجب أن تجلس في البيت يعني مجتمعها هو البيت تربي وتعلم وتخدم الزوج وأولادها فقط لكن هناك رجال الحمد لله من يدعم المرأة في العمل وفي العلم يعني لاحظت الآن وفي الأون الأخيرة أن هناك إقبال كبير من دبل الفتيات على الكليات على الجامعة جامعة سوى كان جامعة حضرموت سوى كان جامعة سيئون سوى كان جامعة عدن إقبال كبير من دبل الفتيات هذا دليل على أن وعي المجتمع ووعي الأسرة على أن يجب على المرأة أن تحصل ولو حتى على جسد دليل من التعليم نعم نعم إن شاء الله تكون كلماتك تجد لها صدر في المجتمع وقبول لنا منهم نتمنى ذلك نتمنى ذلك نتمنى ذلك نعم بإذن الله تجد هذا صغير لو ننتقل إلى محاور شخصية أو أسئلة شخصية على وجه السرعة لو تحددنا عن حكمتك في الحياة ما هي حكمتك في الحياة باختصار؟ حكمتي في الحياة أي من عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم جميل لو تحددنا عن الوطن بالنسبة لك ماذا يمثل الوطن؟ آه الوطن يئن ويئن ويئن فعلا فعلا إن شاء الله شدة وتزول زي ما يقولوا في الأخير أشكر تجاوبك معنا وانضمامك معنا في هذه الحلقة التي زادها يعني ألقا تواجدك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أي ما نتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله شكرا إن شاء الله شكرا جزيلا إذن كانت هذه شخصية أيضا إعلامية مرموقة في حضر موت على وجه التحديد صالت وجالت في الإذاعات وفي الصحف وفي مختلف الوسائل الإعلامية هل تعرفتم على هذه الشخصية أم لا؟ نعطيهم الموقت أو إذا عرفتوها بإمكانكم الاستعانة بالجمهور أو استبدال السؤال بسؤال من الجمهور الطرف الآخر نعطيهم الموقت نعطيهم الموقت ثلاثين ثانية إذن كانت هذه شخصية أستاذ دعاء أنتم إذا جاهزين قلوهم جاهزين أوكي معنا 17 أستاذ دعاء أستاذ دعاء أستاذ دعاء من جواب نهاية إن شاء الله عرفتو صوتها أو لا؟ فخمين إن شاء الله أنتم عرفتو الصوت بس لس نضع عليكم نعرف الدكتورة دعاء الدكتورة دعاء لكن قلتوا إيش؟ بوزير وش العمولي؟ دعاء بوزير أوكي قالوا إن المتصلة هي الدكتورة إن شاء الله دعاء بوزير رئيسة قسم الإعلام سابقا والإعلامية في إذاعة المكلة والصحافة لكن هل هو هذا صوت الدكتورة دعاء دكتورة دعاء شخصية معروفة لكن هل هي فعلا من اتصل وانضم إلينا أنتم قلتوا أنه جواب نهاية سنتعرف على هذه الشخصية هل هي الدكتورة دعاء بوزير فعلا أم لا؟ تفضل إذن فعلا هي الدكتورة دعاء بوزير كما قلنا شخصية الإعلامية المعروفة ربما صوتها إذاعيا كمان معروف أنتم عرفتوها أم لا؟ عرفتوها بالضبط طبعا إذن كانت هذه الفقرة وماشاء الله التنافس على أشده كل فريق حاصل على العلامة الكاملة لهذا السؤال الآن سوف ننتقل إلى صورة وتعليق ومع فريق الكواسك كيف الآن؟ المعنويات شوية حسنت؟ حسيت أنه يعني في أمل في أمل أوكي الآن معنا صورة نعطيكم مجموعة من الصور وأين الصح وأين الخطأ من المعلومات التي سترتبط بهذه الصور عطينا مجموعة الصور معنا مجموعة من الصور هنا الصورة الأولى حدائق باب المعلقة الصورة الثانية البحر الميت الصورة الثالثة بوابة السماء المعروفة ومعنا ثلاثة من الشخصيات الفنية ورد الجزائرية أحمد فتحي وأيوب طارش اختاروا صورة ونعطيكم معلومتين عن هذه الصورة واحد صح واحد خطأ يض تختاروا من؟ صورة صورة واحدة بس صورة واحدة اختاروا على وجهة سرعة احنا لسه تختاروا ايش؟ هل ثقافتكم الفنية كويسة؟ أم أن المعالم والجغرافيا هي من تحضر بصورة أكبر خلاص أيوب طارش؟ الفنان أيوب طارش اوكي اذا نذهب إلى الفنان أيوب طارش وهو الفنان المعروف هناك معلومتين عن أيوب طارش الأولى تقول أنه كسب شهرة سريعة وخاصة لدى المغتربين بسبب تناول قضايا الاقتراب وهو ملحن النشيد الوطني للجمهورية اليمنية المعلومة الثانية تقول فنان وملحن وموسيقار كانت أول أغنية غناها هل عادك حبيب من لحله وكلمات الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان هناك معلومتين هل الأولى صح أم الثانية صح نعطيهم الموقت نعطيهم الموقت نعطيهم الموقت الفنان أيوب طارش الفنان المعروف لدينا مجموعة من الأغاني والذكريات ربما مع أغاني هذا الفنان الرائع أي شو وصلت للجواب الإجابة أي المعلومتين صحيحة الأولى كسب شهرة سريعة الأولى كسب شهرة سريعة وخاصة للمغتربين بسبب تناول قضايا الاقتراب وهو ملحن النشير الوطني للجمهورية اليمنية هذه هي الصحيحة متأكدين أوكي هم قالوا أن المعلومة الأولى هي المعلومة الصحيحة وهو ملحن هل هو فعلا ملحن النشيد الوطني أم أن النشيد الوطني من أنحان الفنان الكبير المعروف محمد مرشد نادي أنتوا قلتوا عموما أنوا أيوب طارش متأكدين 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 إن شاء الله أوكي هل فعلا هو ملحن النشيد الوطني الفنان أيوب طارش تعرف على الإجابة من الشاشة تفضل إذن فعلا إجابة سليمة وهو ملحن النشيد الوطني مع تحياتنا وتقديرنا لكل الفنانين على الساحة اليمنية إذن فإجابة وعلامة كاملة لهذا السؤال نشوف فريق المتحدية كيف ثقافتكم الفنية؟ أمنكم على المعالم والجغرافيا؟ تختاروا ولا ولا صورة كذا إذن لدينا مجموعة من الصور لحدائق بابل والبحر الميت وبوابة السماء وردة الجزائرية وأحمد فتحي تفضلوا البحر الميت البحر الميت البحر الميت نروح نشوف ماذا لدينا عن البحر الميت التسميات القديمة للبحر الميت البحر الشرقي وعمق السديم وبحر لوط وأن أول من أسماء بالبحر الميت هم الفرس هذه المعلومة الأولى الثانية تقول يقع البحر الميت في الجهة الجنوبية الغربية من العاصمة عمان العاصمة الأردنية ويعتبر أثناء نقطة وموقع على سطح الأرض ومعنا ثلاثين ثانية لتختاروا الإجابة وتتعرفوا على الإجابة الصحيحة إذن معنا ثلاثين من المعلومات عن البحر الميت لكن واحدة منها صحيحة والأخرى للأسف خاطئة فهل سيتمكتن فريقا وتحديات من معرفة الإجابة صحيحة أم لا المؤقتة لسا الآن جا البحر الميت جد سمعتوا عن البحر الميت معروف في عمان الأردن يحد مجموعة من البلدان إن شاء الله المعلومة الأولى وصلت للمجاة وجواب إذن أي المعلومتين الصحيحة؟ الأولى الأولى أن من التسميات القديمة من البحر الميت البحر الشرقي وعمق سبيل وبحر لوط وأن أول من أسماب البحر الميت هم الفرص هذه المعلومة صحيحة والمعلومة الثانية تقولون أنها خطأ إن شاء الله بس أنتوا قرأتوا ومرت عليكم ولا مجرد تخمين لأنه في الجنوب الغربي التحدة السعودية ما في بحر في الشرق البحر إذن يقولوا أن المعلومة الأولى هي معلومة صحيحة وأن المعلومة الثانية معلومة خاطئة هل كانوا موفقين؟ هل كانوا هل كنا موفقات في اختيار هذه الإجابة؟ نتعرف عليها إذن للأسف كانت إجابة غير موفقة فهو معروف معروف أنه أتنى نقطة وموقع على سطح العرض هو البحر الميت لكن عموما الآن تقريبا يكون تعادل بين الفريقين التعادل يعني مهروف أنتوا الآن تستعيدوا الأنفاس شوية ورجعنا إلى نقطة البداية مع الفقرة الثانية إذن الفقرة الثالثة من هذا البرنامج ستكون هي الفاصلة والمعركة الختامية بين الكواسر والمتحديات لمن ستكون الغنبة هذا ما سنحرفه بعد الفاصل من سباق الخميس خلوكم معنا موسيقى إذن عدنا إليكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الخميس والتنافس كما هو ملاحظ أمامكم في الشاشة على أشد يعني معنا فريق الكواسر خمسين درجة ومعنا فريق المتحديات أيضا خمسين درجة كما هو واضح أمامكم في الشاشة كيف المعنويات الآن؟ معنا جولة حاسمة كيف المعنويات الآن؟ مرفوعة مرفوعة نتبعكم على فكرة وسيلة مساعدة ما استخدمتوها ولكن بإمكانكم أو أنه ما شاء الله المور ماشي برضو كيف التو المعنويات الآن؟ مع أنه كنتم متقدمين لكن السؤال اللي أخفقتوا فيه كان عن المعلومة صحيح لكن حلو الآن نعتبر في نقطة البداية والسؤال الآن الذي سيجرى هو السؤال مفصلي ربما في هذه الحلقة سنستعرض مجموعة من المعلومات حول شخصية أو معلم أو أي شيء ممكن يجول في خواطركم سنستعرض مجموعة من المعلومات عن ذلك الشيء والفريق الذي يعرف ويتعرف على هذا الشيء في الوقت الأسرع هو من سيحصل على نقاط هذا السؤال واضحة الفكرة إن شاء الله؟ واضحة هو السؤال مشترك سؤال مشترك الفريق اللي يعرف الجواب يذكر الاسم على طول تمام اسم الشخص أو الشيء ربما يكون شخص ربما يكون حيوان ربما تكون بلد ربما تكون آلة موسيقية ما نحن عارفين نشوف فريق اللي أعداد إيش حضر لنا في هذه الحلقة الفريق اللي يعرف يجاوب على طول تمام؟ إذن نشوف المعلومات يلا أديب وشاعر وناقد يمني ولد في محافظة إب هذا الأديب وشاعر هو رئيس المجمع العلمي اللغوي في اليمن وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث كما أنه من أبرز مؤنفاته الشعرية لابد من صنعاه تمام؟ المعلومة الأخيرة حاز على جائزة الفارس من الدرجة الأولى في الآداب والفنوم من الحكومة الفرنسية في عام 2003 وثلاثة ما فيش أحد أعرف خم منه طيب ما فيش أحد أعرف الإجابة ممكن تستعينوا بالجمهور يلا الوقت مفتوحة ماتكم الفريق الأول الفريق الأول اللي يحصل على الجائزة اللي يحقق عموما عموما خلاص خلاص أعتقد أعتقد أنه الإجابة ما توصل إليها إذن للأسف بعد استعراض كل هذه المعلومات عن الشخصية المعروفة لم يتعرف لا الكواسر ولا المتحديات من هي هذه الشخصية أديب وشاعر وناقض يمني من مؤلفاته لابد من صنعة وباقي المعلومات الشخصية التي تتحدد عنها هذه المعلومات هي الدكتور من نتعرف عليه الدكتور عبد العزيز المقالح ما عندكم خلفية عن الكتب الأدابية والثقافية ولا الفريقة الآخر بعيدين شوية من العالم الأدب إيش اهتماماتكم انتم بشكل أساسي خواياتكم خارج خارج العمل إيش اهتماماتكم براءة فعض القصص القصص روايات وحاجات زي كده أها والروايات أوكي وأنتم شعر 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 معاني عبد العزيز المقالح ما قدمر عليك لأني نكتب شعر مش نقلع أنتي تكتب شعر إذن نهاية الحلقة معانا وقت بنسمع القصيدة اهتماماتكم إيش مثلا عمي قراءة قراءة طنع الطلاع لكن عاركم ما وصلتوا لكتب المجالة إن شاء الله توصلوها قريبا عموما الآن لدينا أسئلة سرعة ما زال التحدي يعني على أشده لكن لدينا أسئلة شرعة سنطلب من كل فريق أنه يختار لنا واحدة ونختار ونطلب منها أن تدعدي لنا خمسة أو عفوا ثلاثة من الأشياء في خمسة من الثواني رجعوا لنا واحدة منكم تفضلي اسمع لها تحية الجمهور الجمهور صحصهم معانا كوي ولا متوترين أنتم متوترين أكثر من المتسابقين الأستاذة معانا نجلة نجلة بطلب منك في خمس دقائق بس معالش في الوسط أنا تجي معانا بطلب منك تذكري ثلاث حاجات بس في خمس ثواني بيطلع معانا مؤقت أول ما أقول لك كده بيدي تبدأ في خمس ثواني جاهز إن شاء الله مؤقت الخمس ثواني جاهز جاهزين جاهزين السؤال يقول أذكري ثلاثة من المبشرين بالجنة نبدأ أولي الخطاب أو أقرى الصديق أثماب العفان أثماب العفان وإجابة سليمة حصلت عليها نجلة تفضلي تفضلي خمسة عشر درجة خمسة عشر درجة كاملة حصلت عليها نجلة ويرتفع رصيد المتحديات بخمسة عشر درجة خمسة وستين درجة تتفضل واحدا من فريق المتحديات أفوا فريق الكواسر فريق المتحديات تفضلي معانا أحد الأخوات نسرين نسرين جاهز إن شاء الله إن شاء الله خمسة طواني العرب تقولي لي نبدأ ولا ما نبدأ أول ما أقول لك تفضلي 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 بس عشان الإضاءة السؤال يقول أذكري ثلاث من دول الخليج السعودية السعودية أمان اليمن أمان اليمن خلاص 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 حصلت من دول الخليج اليمن نطمح أن تكون من دول الخليج لكن حاليا لم تضم بصورة رسمية انضمت بس في جانب الرياضة لكن لا تعد واحدة من دول الخليج ما عليش سوف أقولها سوف أقولها سوف أقولها إذن كما قلنا هو سؤال ومسابقة يعني مش هي مجرد مسابقة يعني عادي تحسن فلا تلموها زيادة هي كانت تتوقع عن اليمن لأنها فعلت دخلت في بعض الجوانب مثل الرياضة وغيرها يعني ما تعتبر دولة خليجية لا تعتبر من بصورة رسمية لا مش من دول مجلس التعاون الخليجي العربي إذن لدينا الآن درجات كم؟ خمسين تأخذ لها عشر درجات حق الدولتين اللي حصلتها السعودية وإيش ذكرت فيه؟ من كويت ضيف لعشر عطيها ستين درجة ستين درجة لأنها طلبنا منها ثلاث فأجابت الثنتين صح كل واحدة عليها خمس لكنها لم توفق في الإجابة بصورة كاملة إذن وصلنا في ختام هذه الحلقة إلى النتيجة النهائية بين فريق الكواسر الذي عمل رومون تادا زي ما يقوله فريق في الكورة يعني إيش كانوا متخرين ولكنهم قلبوا الطاولة أو بالأصح كسروا الطاولة على فريق المتحديات أول حاجة خلونا نسمع تحية قوية لفريق المتحديات وهو مؤسسة أمل ممكن تعطينا نحن نبذة في ختام هذه الحلقة عن مؤسسة أمل إيش الأشطة اللي تنفذوها وإيش الأعمال يعني هي مؤسسة نسوية تقوم بذور المرأة وتساعد النسوان عندها عدة مراكز للسلام للاستشارات تقوم بأعمال تطوعية ومساعدة الناس جميل آخر برنامج أو دورة أو نشاط نفذتو إيش كان الآن التغشيش مسموح تزيح قائم مدرسية واحتفال باليوم العلمي للسلام جميل شكرا شكرا لمؤسسة الأمل الآن لدينا أيضا وتحية أكبر لفريق الكواسر الذي فاز وتأحل إذن سوف ننتقل إلى سؤال الجمهور كيفكم هو الحاجة عجبتكم الحلقة إن شاء الله أنا عارف أنكم الآن تشعروا بنوع من الزعل لكن إن شاء الله تهنؤون لفريق الكواسر الممثل لحلقة القطاعات النسوية في الدور الثاني إن شاء الله لكن هناك سؤال خاص بالجمهور نتمنى أنكم تجيبون عليه باستعداد إن شاء الله كل واحدة تمثل نفسها السؤال يقول أحد أقدم المدن التاريخية وسميت قديما بمدينة القمر هل هي دمشق أم جبال أم أريحة؟ دمشق؟ مش دمشق أريحة؟ أنت تقولي أريحة؟ مدينة القمر أريحة؟ دمشق أم جبال أريحة الأخد قالت أريحة جوابنا هاي ثبت عليه المايك عطيها المايك مرت عليك المعلومة ولا توقع يعني تخمين كتخمين و وكأنها مرت وكأنها أيها لمحة تبصر كده مرت إذن فعلا هي أريحة إحدى المدن وهي تسمى قديما بمدينة القمر لدينا هنا جائزة مقدمة من جزيرة الساعات شكرا لدينا أيضا سؤال لجمهور فريق الكواسر السؤال يقول لفريق الكواسر تمام من أول من كتب التاريخ الهجري؟ هل هو عثمان بن عفان أم عمر بن الخطاب أم الوليد بن عبادة؟ أول من استخدم التاريخ الهجري من؟ سيدنا عمر أم سيدنا عثمان أم الوليد بن قتالة؟ تتوقعي من؟ تتوقعي من؟ سيدنا عمر بن الخطاب تتوقعي من جزيرة الساعات شكرا لتواجدك معنا شكرا إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سباق الخميس في حلقة كانت مثيرة إلى الرمق الأخير حقيقة شكرا لفريق الكواسر ممثل اتحاد نساء اليمن فرع ساحل حضرموت شكرا لفريق المتحديات من مؤسسة الأمل النسوية شكرا لكم لأنكم أيضا بقيتم إلى ختام هذه الحلقة لتجهدوا هذا النزال وهذه المنافسة نلقاكم في حلقة جديدة من سباق الخميس حتى ذلكم الملتقى تحياتي دمتم في حفظناه ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة